السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده يرين لبس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بيكون في القناة ديالي اللي هي القناة ديالكم عالم اسكا وبالنسبة الاول مرة يدخلها ديال القناة ما ينساش الاشتراك وكذلك ما ينساش يفعل زر الجرس بجديما يوصلوا الجديد اليوم اخوتي اخوتي بعد التضامن مع السيد سعد النصري والدعاء له من طرف جميع المغاربة اتر الفيديو اللي نشره على القناة دياله في اليوتيوب وطلب من المغربة يبرتجي والفيديو دياله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس وانا بحكم انني قناة مبتدئة اخديت داك الفيديو الفيديو ديال سعد النصري وهو كما شفناك كاملين في حالة مرضية لا يرتلها وقال بلي انه كيصار على الموت هو الزوجة دياله والبنت دياله الحامل وبرتجيتو عندي باش يشوفوه المتتبعين ديالي ويوصل اكبر عدد ديال الناس حتى كان تفاجئ بواحد الريكلمسيون من عند الفنان ديالنا سعيد النصري وهو علاش نهز الفيديو دياله نحطه في القناة ديالي لانني الى حطيت الفيديو دياله عندي في القناة يعني غدي ينقص عنده الربح او ان المتتبعين ديالي مليشوفوه في القناة ديالي ما غديش يمشو القناة دياله وهذا ما غديش يطلع له بزاف ديال المشاهدة فى القناة دياله ونحن نرى المغاربة كاملين فهموها وهو طايرا كيف يعقل ان انسان يصارع الموت يفقى في الربح يعني كيف يفقى في الربح لان نهزة والريد وكان كل حشوب موعب وعار أنه إنسان متحضر وإنسان يعني المغربة كاملين كيبغيه الفن دياله كيبغيه الشخص دياله أنه يبغي يطلع البوز على الظهر ديال الجمهور دياله وكذلك خد إخوتي كاينة واحد صورة لخلقة واحد الجدل الكبير على مواقع تواصل اجتماعي صورة النصري رفقة شخصين قام بزيارته في إحدى المصحات الخاصة بالضال بيضاء علما أن المعنى بالأمر ظهر أمس السبت يكشفون من خلاله إصابته بفيروس كورونا بعنوان سعد النصري وصارع الموت هو وزوجته وابنته وكما كان عرفوا كاملين ممنوع استقبال الشخص مريض بفيروس كورونا للزيارات في وقت يشدد فيه البروتوكول الصحي على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفادي دخول في اتصال مباشر مع حامل فيروس كورونا أو كوفيد-16 ومن هذا المنبر كان قل فنن ديالنا سعد النصري إلا كان الناس حزنوا معاك أو بكوا معاك أو بكتي فيهم فهذا الشي كان من الحبا فيك حيث كي يبغيكو وحشو ما تطلع في الطمزن صلى الجمهور ديالك اللي كي يبغيكو كي يحتارمك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته